مشاهدين الكرام مساء الخير اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجوية لليوم الاثنين اربعتاش ديسمبر الفين وعشرين والاستقبل له بمؤشرات الهدوء والاستقرار بعد اضطرابات وتقلبات جوية ميزة اغلب ردهات الاسبوع المنقضي حتى اضاف كمية الامطار التي سجلت خلال الاربع وعشرين ساعة الفارطة تعكس مغادرة الاضطرابات الجوية رسميا بلادنا بارح كنا معنين بنزول الامطار متفارقة بالشمال ومحليا بالوسطة وعلى كميات كانت بتالة من ولاية القاسرين ست مليمترات ك لم تتعدد لثا مليمترات في ولاية الشمال في جيت وتن قبلي بنزر تونس العاصمة باجا وايضا الكاف وعموما انطار محلية في مستوى المليمتر الوحيد بن فيذا من ولاية سوسا اليوم كنا معنين بتسجيل ارتفاع نسبي فيما يتعلق بمؤشر الحرارة حرارة القسوة لتروحة 18-18 درجة بشمال بالمرتفعات وبالمناطق السحلية وارقام كانت في مستوى 17-21 درجة ببقية تلجيهات خصية تقسي اليوم شوفهم كرادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة س سحب الى مغيمة جزئيا في فترة ما بعد ظهر جديد ايضا في تقسي اليوم هو انخفاث فيما يتعلق بسرعة الرياح وترجع سرعة القسوة الى مدونة 50 كم في الساعة اتباعا لذلك البحر كان مضطرب بشمال ومتموج ببقية المجالات البحرية الليلة تقسي بشكون مغيم جزئيا على كمال البلاد درجة حرارة ليلا قد تتروح من بين 8-13 درجة خلال يوم الغد ان شاء الله مازلنا معنيين بظهور مجموعة من أسحاب المرتفعة في أغلب مناطق البلاد ولي قد تتكاثف نسبيا أخر نهار في الولايات الغربية لبلادنا ودرجة الحرارة مع تنقل الطيارات الهوائية للقطاع الجنوي قد تعرف ارتفاع تفيف كالعادة قدموكم قراءة سريعة لدرجة حرارة وصوة المتوقعة ظهر يوم الغد ونتوقع تسجيل 19 في تونس الك 18 في جيهة وطن القبلي في نابل في قليبيا 19 في زغوان بأقصى شمال في بنزرد في مناطق الشمال الغربي حرارة ظهر تكون في مستوى 19 في تبرقة 18 في باجة في جندوبة وبسليان 17 درجة بالكاف بمناطق الوسط بتال 17 قد نسجلوا 20 بالقيروان بجيهة الساحل بسوسة بالمنسير بالمهدية الحرارة ظهر تكون في مستوى 18 أعلى نسبيا بيسفاقس وبوزر قرقنا 20 سيلي بوزيد 20 أيضا 20 بالقاسرين بمناطق الجنوب الغربي الحرارة ظهر تصل إلى مستوى 21 درج في توزر أقل في جافسة 19 قد نسجلوا 21 بيقابس بيكبلي وببقية مراتق الجنوب الشرقي البلاد بجزيرة جربل حرارة ظهر تكون في مستوى 20 22 في مدنين 20 بتتوين و21 درجة برميدة بنسبة الملحة والسيد البحري بسوحن الشمالية منطقتين سيرات وخاليسونس ريح تكون جنوبية شرقية ثم تتجه إلى قطاع الغربي سراتها من 15 إلى 20 عقدة تصل محليا إلى مستوى 25 وبحليكون مترب فتدريجيا قليل الثراب بخاليس حمات وبجزيرة الساحل ريح تكون جنوبية شرقية سراتها من 10 إلى 15 عقدة تصل محليا وفي السباح إلى مستوى 15 عقدة البحر يكون مضطرب فتدريجيا قليل الاثراب وبمنطقتين شابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون جنوبية غربية سرعتها لا تتعدى مستوى 5 مستشن عقدة والبحر يكون متموج بسواحل المهدية سفيقس قابس ومدنين كل عادة قدمكم فكرة حول حالة تقس ببعض المدن والعواسم الأجنبية بين وكشات 29 درجة مؤشرات الأمتار بالمغرب الأقصى 19 بالدر البيضاء بعض السحب العابرة في الجزائر 21 فترات مشمسة تخليلها بعض السحب في ترابلوس 20 بالخرطوم تقسي كونسافي مع حرارة ظهرا في مستوى 35 درجة بالقهرة نتوقع تجيل 21 مع ظهور بعض السحب بالبقاء المقدسة أجواء عمتا قليلة سحب 29 في المدينة منورة 33 في مكة المكرمة 24 بالدوحة سماء سافية بأبوذبي 26 بمسقط 24 درجة بالكويت نتوقع تجيل 13 أجواء مغيمة ببغداد وحرارة ظهرا في مستوى 22 درجة وبعض الاثرابات الجوية متوقعة بالشرق الأوسط بدمشق 15 وعشرين في بيروت 16 بالقدس الشريف تقسي كون ممتر في إسطنبول وحرارة ظهرا في مستوى 11 درجة وبأوروبا بيرومان توقع تجيل 14 مع ظهور بعض السحب أجواء بيردا بيفيانا 3 درجة 7 ببرلين أمتر منتظر بعمستردام بريكسيل جونيف 8 أثناء في بريس 15 في مرسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية 11 في مدريد 16 درجة بلاشبونة تطور الوضع الجوية خلال أيامات القليلة القادمة مازلنا معنين بأجواء مغيمة جزئيا في أغلب مناطق البلاد خلال يوم الأربع ريح في أغلب من القطاع الجنوبي ضعيف إلى معتدل سرعتها لا تتجاوز مستوى 30 كم في الساعة البحر يكون هاد إلى قليل الاثراب بكافة المجالات البحرية وأجمال الحرارة قسوة تتروح بين 18 إلى 23 درجة بالنسبة ليوم الخميس نتوقع تقسي كون مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيفة سحب آخر النهار ريح في أغلب من القطاع الجنوبي ضعيف إلى معتدل البحر يتواصل قليل الاثراب وقد نسجلوا انخفاض تفيف في درجات الحرارة موعد شروق الغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة و24 دقيقة وغروبه في الساعة الخامسة وخمس دقائق لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بقنوات تتصال خاصة بالمعهد الوطني رست الجوي موقع الويب ترى دوبلو في بوامتيو بوانتيان الموازع الصوتي وتنجم تتفعل معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات سالات اليوم الغد بمدينة تونس سالات الصبح بداية من الخامسة و 51 دقيقة دور منتصف نهار و 21 دقيقة سالات العسر في الساعة الثانية و 46 دقيقة سالات المغرف في الساعة الخامسة و 7 دقائق وسالات العيشاء بإذن الله في الساعة السادسة و 38 دقيقة شكرا على حصم متابعة الاتمام إلى اللقاء